عن الهايفو يعني هي 25 سنة ومش محتاجة يعني أي حاجة برضو الهايفو برضو بنستعمله في المرحلة دي عشان نحافظ طبعا فكرة الهايفو كلها يعني احنا برضو احنا ما بنكلمش عن حاجة اكستريم احنا بنكلم عن حاجة بتحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا فاحنا نقدر نعملها في أي سن وفي أي وقت الفكرة في ايه ان احنا ما نستنيش برضو لحد ما يحصل تراهل جامد وبعد كده اقول اعالج لاننا ساعات بوصل بتراهل درجة كبيرة من التراهل لما اهمل او مبدأش بدري انه خلاص الهايفو ممكن يكون نحتاج كذا جلسة مش جلسة واحدة لو درجة التراهل كبيرة او اننا ساعاتها بتجه لي شد بالخيوط فلو استنيت على التراهل فترة طويلة بحيث انه خلاص المنطقة دي عندي الـ W-chain بقى المنطقة دي وقعة الجولاين عندي مش متحدد كويس ساعتها ممكن ألجأ للخيوط ده جهاز الهايفو اللي حريك شغالة بيه مش كده؟ مظبوط احنا عملنا منطقة الـ W-chain عشان برضو في الصور بتدايقنا المنطقة دي حتى يعني هم مهما كانت البنت ممكن تبقى سلام جدا وسكيني بس عندها المشكلة دي ما لهاش علاقة خالص بوزن احنا في الجزء ده احنا بنعمل سكين تايتنينج عشان كمان نمنع تتكون دهون في المنطقة دي في الوقت بعد كده وبردو يعني انا شايفة برضو ان انت مش موجوعة في الـ لا لا خالص هو الجهاز الهايفو ما بيوجعش هو زيه زي الليزر ازالة الشعر ما بيش اي احساس خالص بالوجع انا تقيبا كل الحاجات اللي عملتها مع دكتور جاكي الحد دلوقتي مستخدمتش فيها بنج ولا مرة ولا مرة طيب شوفني برضو في التقرير انت بتحقيني بلازما جوه الشعر يعني مش بس البلازما دي حاجة للوجه لكن كمان للشعر مزبوط طيب ايه استخدامات البلازما للشعر بتعمل ايه؟ هي فكرة البلازما عموما ايه؟ احنا الشعرنا وجلدنا من اقل الحاجات اللي بيوصلها تغزية فاحنا بناخد الصفايح الدموية اللي موجودة في البلازما البلازما عموما بتبقى غنية بالبروتين فيها انواع بروتينز معينة وبيبتايدز معينة فيها جروس فاكتورز اللي هي اصلا مسؤولة عن تكوين الخلايا في جسمنا برضو بتبقى موجودة في البلازما دي فعوامل النمو دي لما بحقنها في فروة الراس بتحفز لنمو بوصيلات جديدة بتمنع تساقط زي ما تكلمنا فيه التقرير فكرة كمان ان انا يعني هي ما عندهاش تساقط قوي بس هي مقبلة على مرحلة هتجهد شعرها فعشان كده كوقاية احنا استخدمنا البلازما لحقن الشعر دي طريقة حقن الشعر يعني بالقبرة بتدخليها فروة الراس مظبوط وزي ما احنا شايفين في التقرير هي صممت ما تحطش بينك وفعلا هي يعني ما تفوقش في المالها الوجه تقدري تستحمليه مش صعب مش صعب وبرضو يعني انتي عملتلها كل ده يعني التقرير ده كل ده عملتيه في جلسة واحدة ولا على كذا جلسة لا احنا عملنا في 2 ساشنز عشان يعني احنا كان ممكن نعمل كل ده في جلسة واحدة لانه الحاجات مش related بس احنا لو كل فترة نعمل حاجة ده هيحسسنا اكتر ان احنا كل فترة فيه تحسن كل ما حس ان انا وشي محتاج حاجة وشعري محتاج حاجة اعملها فان انا احس ان انا مهتمة طول الوقت ده وان انا بشوف نتيجة كمان ده هيشجعني ان انا افضل مهتمة على طول ده لا انا عايزة اعرف انتي ايه خطواتك اللي بعد كده نوية تعملي ايه انا الصراحة ليا احلام كتير انا كده لا اشتغلت مدفط طيران مزيعة ومترجمة انا خارجة قلسون ايطالي اشتغلت مترجمة وحاليا اللي هي في الميديا وفي الاعلانات على السوشيال ميديا كمان فانا شخص طموح عندي احلام كتير من دونها في الفترة الجاية ان انا ادخل مجال التمثيل والازاعة ان شاء الله مجال التمثيل والازاعة يعني ايه يعني مزيعة وممثلة ومزيعة راديو انا كنت مزيعة راديو اريدي لمدة اربع سنين فحاليا بدخل في مجال لان انا اكون مزيعة التلفزيون طب تقولي ايه كل البنات اللي هي يعني لازم تحافظ على جمالها ايه النصيحة اللي انتو بتقولي